موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام عنوين النشرة الرئيسية جلالة الملك يقوم بزيارة عدد من المشاريع المندرجة في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط أحد نقاط قوة البرنامج المندرج الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية دفع قوي لجهود تثمين هذا الفضاء بالقيمة الترافية العالية موسيقى صاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد يمثل صاحب الجلالة في حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبو ضبل الاستدامة 2019 وتوزيع جوائز الدورة الحادي عشرة لجائزة الشيخ زايد للاستدامة موسيقى المغرب والاتحاد الأوروبي وقعان اليوم ببروكسل على اتفاق الصيد البحري الذي يعغطي منطقة الصيد التي تمتد من كاب سبارتيل إلى غاية الرأس الأبيض موسيقى بدءا من الغد مراكش تحتضن مؤتمر الفيفا لتطوير منظومة كرة القدم عموان وكرة القدم النشوية على الخصوص موسيقى أهلا بكم قام اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بزيارة عدد من المشاريع المندمجة في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط أحد نقاط قوة البرنامج المندمج الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية الذي أطلقه جلالته في 12 ماي 2014 وتجسد هذه الزيارة التي تعطي دفعة قوية لجهود تتمين هذا الفضاء ذي القيمة التراثية العالية الإرادة الرسخة لجلالة الملك في المحافظة على الطراز المعماري للمدينة العتيقة للرباط التي تم تصنفها سنة 2012 كتراث إنساني عالمي من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو لتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي وتحسين ظروف عيش وعمل ساكنتها التفاصيل مدينة الرباط القطب الإداري والحضاري والسياحي الوازن رمز الأصالة المغربية والحاضرة التي تفوح بعبق التاريخ تسير بخطا رصينة ووفق رؤية واضحة المعالم نحو تعزيز مكانتها كنموذج حضاري متفرد يزاوج بين الحرص على صون الخصوصية المحلية والتطلع الدائمي نحو التحديث لتمكينها من تحقيق تنمية متسمة بالشمولية وإرحاقها بمصاف أكبر الحواضر العالمية سترت للمدينة برامج نموذجية تجمع كافة العناصر الأساسية للنهوض بحاضرة تتشوف إلى مستقبل واعد يليق بحملتها التاريخية وموقعها الفريد المتميز المدن العتيقة متاحف مفتوحة تشهد على مركزية العمران بشموخه الإبداعي المتميز وهي تتسم بنسمات عبق التاريخ المستوعب لمفهوم التعايش بين مختلف المكونات الثقافية التي يزخر بها المغرب يعد المغرب من البلدان القلائل لإن لم يكن البلد الوحيد الذي استطاع المحافظة على أكثر من ثلاثين نسيجا عمرانيا عتيقا نذوأه مكانة رائدة بين دول العالم في الحفاظ على الأنسج العتيقة وأكسبه اعتراف عالميا بالعديد منها كتراث إنساني يتوفر المغرب على مواقع أثرية هامة صنفت العديد منها مواقع في لائحة التراث العالمي وكان للمدن العتيقة النصيب الأوفر من هذا التصنيف بالمدينة العتيقة لضباط قم جلالة الملك محمد السادس نصره الله بسيرة عدد من المشاريع المندرجة في طار برنامج تأهيل هذه المدينة معطيا بذلك جلالته دفعة قوية لجهود تثمين هذا الفضاء الذي يمثل روح عاصمة المملكة وقلبها الناب تجسد هذه سيارة المولوية السامية الإرادة الراسخة لجلالة الملك في المحافظة على التراث المعماري للمدينة العتيقة للرباط المصنفة سنة 2012 كتراث عالمي للإنسانية منطرف منظمة الأمم المتحدة لطربية والعلوم والثقافة اليونسكو لتعزيز إشاعها الثقافي والسياحي وتحسين ظروف عيش ساكنتها تعزز تنفيذ هذا البرنامج الطموح بإطلاق جلالة الملك في رابع عشر مايا الفارط للبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة للرباط بغلاف مالي يناهز 325 مليون درهم هذا البرنامج من الجيل الجديد الذي تم إعداده طبقا لتوجيهات الملكية السامية يروم تثمين وتحسين الولوجية إلى المدينة العتيقة وتعزيز جاذبيتها لا سيما من خلال بناء موقفين السيارات تحت أرضيين بالقرب من باب الحد وباب شلة بطاقة إتمالية تصل إلى ألف وتسعين مكان لركن السيارات وتهيئة الساحات المتواجدة حول السوق المركزي وباب الحد يتعلق الأمر أيضا بتأهيل المركب الرياضي تم جاجد ومعالجة محيط جدار المدينة وتزويده بالإنارة وكذا ترصيف الأزيقة والساحات الصغيرة بالإضافة إلى تركيب لوحات إخبارية مشاريع بناء موقف السيارات تحت الأرض لباب الحد وإتمام ترصيف الأزيقة للمدينة العتيقة توجد في طول الإنجاز بينما المشاريع الأخرى هي في طول الدراسة قام جلالة الملك بزيارة زنق باب شلة المؤدية لمدارس محمد الخامس والمسجد الأعظم وزنق سوق السباط وباب الحر وهي المواقع التي خضعت لأشغال ثرميم وتثمين بطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط الذي يعد أحد نقاط القوة بالبرنامج المندمج الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية الذي أطلقه جلالة الملك في 12 مايو 2014 كما قام جلالة الملك بزيارة ورشات تأهيل ساحة الملح وزنق السباغين التي تعرف أشغالها نسبة إنجاز متقدمة تصل إلى 75% تم إكمال عدة عمليات كانت مقررة في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة الذي تطلب استثمارات بقيمة 625 مليون درهم يتعلق الأمر بمشاريع تأهيل زنق الجزاء وترميم سوق سبت الوداية وتأهيل شارع المرصة وتهيئة الملاعب الرياضية للقرب على مستوى باب شلة وبناء رواق تجاريا وتدعيم الواجهة المطلة على النهر من حي الملاح تجميل وتثمين الواجهة النهرية للمدينة العتيقة ياتي انسجاما مع المشروع النموذجي لتهيئة وادي أبي رقراق مشارع أخرى توجد في طور الإنجاز تتعلق بتهيئة الساحات العمومية وترميم الصور الرابط بين باب العلو وباب الحد وتدعيم المباني الأيلة للسقوط وترميم الفنادق وبناء فضاء الصانع يندرج برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط في طال الجود المبذولة تحت قيادة جلالة الملك والرامية إلى الحفاظ على المدن العتيقة وتثمينها بعدد من مدن مملكة على غرار الدار البيضاء مراكش كفاس مكناس صويرا سلا وتطوان تتوفر المنظومة الحضرية للمغرب على نسيج من 32 مدينة عتيقة ذات مميزات عمرانية ومعمارية قل ناظرها على مستوى المدن التاريخية في العالم ما هلها لتكون ذات قيمة كونية مصنفة كتراث إنسانيا لدى منظمة اليونسكو فاس 1981 براكش 1985 مكناس 1995 تطوان 1997 الصوير 2001 والرباط 2012 تعكس هذه البرامج الاهتمام الخاص الذي وليه جلالة الملك لصيانة وتثمين الموروث التاريخي لعدد من مدن المملكة وعزم جلالته على حماية مختلف معالم الذاكرة الوطنية كما تؤكد حرص العائل الكريم على النهوض بالرأس مال اللامادي والروحي والثقافي والمعماري للمدن العتيقة وتعزيز مكانتها والارتقاء بظروف عيش ساكنتها وبثروتها الثقافية الأصيلة بمناسبة الزيارة الملكية الميمونة لعدد من مشاريع تأهيل المدينة العتيقة أشرف جلالة الملك على التسليم الرمزي لمفاتيح دراجات تاكسي للمسفيدين تم اقتناؤها في إطار مشروع النقل السياحي والإيكولوجي لمدينة الرباط الذي تشرف عليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه الدراجات الثلاثية العجلات البالغ عددها خمسون دراجة والتي كلف اقتناؤها استثمارا إجماليا بقيمة مليونين وخمسمائة ألف درهم من شأنها أن توفر جوالات سياحية بداخل مدينة الرباط هذا البرنامج الطموح يرم تنويع وسائل النقل الحضرية وكذا خلق أشيط مديرا للدخل لفائدة الشباب المستفيد والباحث عن شغل سبق لهؤلاء الشباب الاستفادة من تكوين في التواصل وتقنيات الاستقبال والتربية المدنية والتسيير وروح المقاولة واللغات الأجنبية بتأثير من تعاونية الأنوار للنقل البيئي والسياحي وشمع يتفضاء نقطة البداية الرقيب المشهد الحضري لمختلف المدن والحواضر المغربية غاية أساسية يعطيها جلالة الملك أهمية بالغة وعناية فائقة استجابة لطموحات ومواكبة للركب التطور الحضري والإنساني والاقتصابي والاجتماعي مختلف الأوراش والمشاريع التي تشهدها مدينة الرباط تكرس تفعيل الرؤية المستدامة والقائمة على إيجاد مجالات حضرية عصرية تصون الوسط الإيكولوجي وتجعل منه أساس إشاعها وازدهارها على مختلف الأصعيدة حرص مولوي موصول على مواصلة مسلسل تأهيل الأقطاب الحضرية وتمكينها من بيئة تحتية متينة ومشهد حضاري متناغم فضلاً عن تزويدها بمختلف المرافق الحيوية الكفيلة بمواكبة طفراتها العمرانية والاقتصادية والديمغرافية إنجازات نوعية تعكس العناية السامية لجلالة الملك بعاصمة المملكة ورغبة جلالة القوية في منح هذه الحاضرة كل المقاومات التي ترقى بها إلى مصاف المدن العالمية برنامج تتمين وتأهيل المدينة العتيقة للرباط التي تم تصنفها كتراث إنسان عالمي من طرف اليونسكو قيمة تراثية تعزز إشعاع العاصمة ثقافياً وسياحياً وتحسن ظروف عيش وعمل ساكنتها روبرتاج عبد الرحمن الهلالي عبد الكريم المغاري ومحمد ناطق إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة لعاصمة المملكة كان من بين أهم محاور البرنامج المندمج الرباط مدينة الأنوار عاصمة البغرب الثقافية والذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في شهر ماي من سنة 2014 وتعزز هذا التوجه بإطلاق العاهل الكريم في شهر ماي الماضي للبرنامج التكملي لتثمين المدينة العتيقة للرباط تقدم في إنجاز عدة محاور من هذا البرنامج والذي يستهدف تحسين النسيج العمراني وتعزيز الإشاعي الثقافي والسياحي للرباط وتطوير مستوى عيشي وعمل ساكنتها ومن بين فضاءة ومعالم المدينة العتيقة سوق صباط كنمودج للمستوى الذي منحته أشغل التأهيل للمعالم التاريخية للرباط الأزانيب يجي كيجي كيجي وماتش هذا للدار ويجي كيبتك يجي له واحد دفاع جديد للمدينة القديمة كيجي تلاتي بار دياله فإداية كبيرة أنت كتشوف كيجي والأزانيب وكيدخلوا عندنا كيلقوا هاتش تقريدي ديالنا في البلاد ديالنا وكان دك كان مهمس من بعد وده بات صلاح ولا مزيان ولو الناس كيجي وقع من براو كيصورو هاتش وكيشوفوه وعطأت في زرال رونق ديالها وعطأ المدينة ديالنا القديمة أعطى رونق جميل جدا هذا الترميم هذا اللي جل المدينة الحمد لله أعطى واحدة إشارقة جميلة الحمد لله بإذن الله وهاش يدعي عم بالنفع إن شاء الله بإذن الله لسك المدينة العتيقة ولا توجد المدينة العتيقة تغيير كبير تغيير كبير كان الأشياء ما شبحها دابا كان السوق شوية من ضهور ودابا الآن ما أرجع السوق مزيان هدسة جميلة جدا وأنا جد بأجابة بهذا المستوى وعجبت بما رأيته في مراكش من ألوان زاهية ورأية الرباط هي الأخرى تتبيز بالهندسة العربية الأصلة وما أراه هنا يمتير إجابي مشاريع برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط يروم إعادة الاعتبار لمكون أساسي من السجل المعمري والعمران لعاصمة المملكة بزارة الأوقاف والسلامية منخرطة في هذه العملية بترميم عدد من المسجد الأترية وترميم عدد من الفنادق لإعادة تأهيلها لغراض اقتصادية وتنموية ولا يخفى ما في هذه العناية المولوية بالنسج الحضري للعتيق من أبعاد دينية ومن أبعاد تقافية وحضارية وتنموية بحقيقة هذا البرنامج الوطنية إعادة الاعتبار والتأهيل المدينة العتيقة هذا البرنامج حقا تنموذجي وصل إلى نتائج إيجابية وبتأكيد سيكون عندنا عكاس إيجابي على المسارة التنموية للغباط ككل إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة له أيضا تأثير مباشر على النشاط السياحي والثقافي للرباط هذا الاتفاس اللي اعطاها سيدنا اللين سروح لإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة كتعطيه حد دفعة قوية لهذه العملية ديال السياحة وهذا شيء كاللاحظه كاللاحظه في السنوات الأخيرة منذ بداية هذه العملية في المدينة العتيقة التقليدية ديالنا بشيكتشفوا هالحضارة ديالنا وهالتورات ديالنا وهالتاريخ ديالنا طبعا هناك العديد من الفضاء التقاثية داخل مدينة الرباط سيتتمكن من إعادة الاعتبار لها خصوصا من خلال حمايتها وتقييدها وتشجيلها وكذلك ترميمها ثم هناك كذلك تسمين جمعها من المواقع التاريخية داخل مدينة الرباط مدينة تاريخية بالنظر لحضارتها والنظر لتاريخها تحول مهم تعرفه المدينة العتيقة للرباط في إطار التأهيل والذي يرتكز على التجديد في إطار الحفاظ على الطابع الأصيل هذا المشروع لحد الآن في حوالي 30 مكوين 30 مشروع و30 مشروع فيها لحد الآن 11 هذه المشاريع التي تم إنجازها وانتهت الأشغال فيها وال20 الأخرى كلها في طور الإنجاز وغاديت إن شاء الله تكمل في 2019 نقطة أخرى كتم هذا البرنامج تأهيل هو إعادة تدعيم البنايات الأهلة للسقوط بهذه الأشغال يمكن للمدينة العتيقة للرباط أن تحافظ على مميزاتها كفضاء للنشاط الاقتصادي والسياحي وتعزيز جاذبيتها كمجال عمراني يوفر لساكنتها والزوارها ظروفا ملائمة للعيش برنامج طموح تعزز تنفيذه بإطلاق جلالة الملك شهر مايا الماضي للبرنامج التكميلي لتتمين المدينة العتيقة للرباط بغلاف مالي قدر 325 مليون درهم برنامج من الجيل الجديد يروم تتمين وتحسين الولوجية إلى المدينة العتيقة وتعزيز جاذبيتها لسيما من خلال بناء موقفين للسيارات تحت أرديين قرب باب الحد وباب شلة وتهيئة الساحات المتواجدة حول السوق المركزية وباب الحد روبرتاج عبد الرحمن الهيلالي عمر تجمعتي ورشيد رحموي أشغل البرنامج التكميلي لتتمين المدينة العتيقة للرباط تتواصل على مستوى عدة محاور يجمعها هدف واحد هو رد الاعتبار وتأهيل مختلف الأنشطة ومعالم المدينة أنشطة وفضاءات تجارية وثقافية وسياحية واشتباعية تحظى بالدعم من خلال التدخل لإصلاح بلياتها أو إحداث منشآت أخرى تساهم في تطوير البستوى العمران والاقتصادي للمدينة العتيقة الحمد لله اليوم بضل مشروع يعني المدينة غد تتطور تجاريا يعني اقتصاديا سياحيا يعني اليوم كنشوف المدينة تغييرات يعني مقارنة مع الملك عندك نعرفوش حال هادي بالنسبة الإصلاح كنركز على هذه المسألات يخصى تكون إصلاح بالنسبة الزخرفة المغريبية داخل فيها الزخرفة المغريبية وداخل فيها توراة الطابع المغريبي بالضبط الحمد لله كل شيء غادي الأخير إن شاء الله القدم وكانت لبه الله إن شاء الله فتطور جديد السوق هادي عرف تهو بحل الأسواق الأخرى دي المدينة القديمة في إطار لغيابليتاسيون دي المدينة القديمة غايع عرف تهو أشغال بعتباره من أهم لزاختاغ دي المدينة سوق سياحي بمتياز إضافة إلى تهيئة عدد من الساحات وإحداث مرأبين تحت أرض تصل طاقتهما إلى ما يقرب ألفا ومئة موقف للسيارات هناك إصلاح عدد من الفنادق وأسواق الحرفيين الهدف كله من هذه المشاريع أولاً باش نعطيه أهمية المدينة ونزوم من القيمة ديالها وباش نأتيغيه للي فيزيتار يكونوا مغربة واليكونوا أجانب وعندنا نزيد في هذه المدينة العتيقة حتى السيناليتيك قاعدك شديل البورن دينفورماشون السيناليتيك لإدريساج باش اللي يدخل المدينة يعرف المآتير فينا هي السيركويت توريستيك فينا هما لعاد المسائل اللي كي جلبو السياح برنامج تأهيل المدينة العتيقة الرباط يتواصل وفق رؤية تجسد بالملموس الحرص على النغوض بالرأسمال اللامادي للمملكة وهو ما يجعل من الموروط الحضري رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الساكنة والحرفيين وتجار المدينة العتيقة والمستفيدون من دراجات التاكسية التي تم اقتناؤها في إطار مشروع النقل السياحي والإيكولوجي لمدينة الرباط بإشراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أبرز أهمية برنامج تنمية النقل النظيف على مستوى العاصمة لنتابع هذا المشروع يهدف إلى الارتقاء بوسائل النقل الحديثة والنظيفة والإيكولوجية على مستوى عاملة الرباط هو مشروع مدير الدخل سوف يستفيد منه أكثر من 50 شاب من مدينة الرباط اللي يستفيدوا من دورات تكوينية لمدة 3 أشهر في مجال التواصل في مجال اللغات في مجال جغرافية المدينة في مجال تربيع المواطنة في مجال تأسيس الشركات وتدبير الشركات بطبيعة الحال هذا المشروع فهو مدير للدخل بالنسبة لهؤلاء الشباب كلهم حائزين على مستوى البكالورية وبالتالي فإنه مشروع بطبيعة الحال طموح نرجو أنه يعرف النجاح عبارة عن دراجات عوائية إيكولوجية صديقة للبيئة والهدف من هذا المشروع هو تشغيل شباب حامل شهادات بمدينة الرباط وهذا المشروع هذا ينسجم مع الطموحات والتطور ديال مدينة الرباط نشكره سيدنا اللي منحنا هذا الفيلون ونشكره جميع المساهمين اللي تدخلوا في هذه المبادرة هذه وكذلك حصلنا على عدة تكوينات من بين تكوينات في اللغات من بين الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وكذلك حصلنا على تكوينات في تدبير المقاولات وكذلك على المآتير التاريخية وكانت منه من هذا المشروع هذا يستفد منه جميع الشباب ويزيدوا به إن شاء الله القدار بالنسبة للشباب كلهم شباب طموحي إن شاء الله وعندهم واحد رغبة قوية في هذا البروجي ونتمنى والخير إن شاء الله للشباب لا ينصر سيدنا على هذا المبادرة باش نعاونوا ريوصنا في الحياة اليومية ديالنا ونعتمدوا على ريوصنا في نفس الوقت وإن شاء الله سيكون مشروع ناجه وجهتنا الآن الإمارات العربية المتحدة حيث متل صاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبو ضبي للاستدامة 2019 وتوزيع جوائز الدورة الحادي عشر لجائزة الشيخ زايد للاستدامة ويركز أسبوع أبو ضبي على عدة محاور رئيسية منها تحقيق التقارب بين العالمين المادي والرقمي ودور التاقة الجديدة في الحد من تأثيرات التغير المناخية وغيرها مرسل لمحمد ريد العبيدي عبد العلي عياد وعادي المعروف قصر المعارض بأبو ضبي اليوم قبلة لعدد من رؤساء الدول والحكومات وصناع القرار والحدث افتتاح أسبوع أبو ضبي للاستدامة وجائزة زايد للاستدامة في نسختها الحادية عشر مثل صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله في فعالياتها صاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد حضور ليس فقط تجسيدا لعلاقات مغربية إماراتية متميزة لكنه أيضا اعتراف بريادة ومجهودات جعلت المغرب نموذجا يحتدى في مجال التنمية المستدامة وإدماج الطاقات المتجددة في السياسات التنموية المغرب حضور حضور متميز وينتبه إليه بشكل كبير جدا وهناك رغبة من مؤسسة دولية ومن دول ومؤسسة دولية وحتى من شركات كما لاحظتم من شركات كلها تريد إما أن تستثمر في المغرب وإما أن تجعل من المغرب منصة للانطلاق إلى أسواق القريبة الأوروبية والإفراقية جائزة زايد للاستدامة التي تابع فعاليات تسليمها صاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد أخذت على عطيقها مهمة تكريم وتحفيز مشاريع مستدامة تمتلك مقومات الابتكار والتأثير والإلهام جائزة كرست على مدى أزيد من عشر سنوات ستة وسبعين فائزاً ساهمت مشاريعهم في إحداث أثر إيجابي في حياة أكثر من ثلاثمائة وثمانية عشر مليون شخص عبر العالم دورتها الحادية عشر همت خمس مجالات الصحة، الغداء، الطاقة، المياه والمدارس الثانوية هي محطة هامة بمن فعالية أسبوع أبو ظبل الاستدامة الذي يعد من بين أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم وأكثرها تأثيراً كونه يستقطب خبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا والجيل القادم من قادة الاستدامة فضاء لتبادل المعارف، تطوير الاستراتيجيات وابتكار الحلول اللازمة لمواصلة التقدم الإنساني وحضر ضمنه طبعاً التجربة المغربية هنا بقصر المعارض بأبو ظبي كرم رواد الاستدامة عبر العالم في دورة هي الحادي عشرة لجائزة زيد للاستدامة تجارب ناجحة وبوسائل بسيطة استطاعت أن تؤثر على حياة الكثيرين لتكون مصدر إلهام وجواباً على أسئلة تنموية يعيشها عالمنا اليوم محمد ريد العبيدي، عبد العلي عياد، للأولى، أبو ظبي رسالتان من رئيسي جمهورية كل من جزر القمر وغينيا بساو إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله سلمهما مبعوثا رئيسي البلدين إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولية ناصر بوريطا بالرباط محمد الوهيبي ومحمد ونين مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطا مع وزير الشؤون الخارجي لجمهورية جزر القمر محمد لمن سواف تناولت العلاقات المتينة التي تجمع البلدين وجد داخل هذا اللقاء دعوتهما لتعزيز وتنويع التعاون وبالمناسبة سلم محمد لمن سواف رسالة من رئيس جمهورية جزر القمر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أنا في زيارة رسمية في مملكة المغربية الشقيقة حاملا رسالة خطية من فخامة رئيس جمهورية جزر القمر إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وهي كانت فرصة مواتية بالنسبة إلي أن ألتقي بأخي وصديقي مع الوزير الخارجية لكي نتكلم عن العلاقات الثنائية المتميزة بين بلدين الشقيقين مباحثات مماثلة لناصر بوريطا مع نائب رئيس الجمعية الوطنية الشعبية تم خلالها التطرق إلى مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبالمناسبة سلم السيد ألبيرتون بوني نانبيا رسالة من رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله هذا اللقاء يندرج في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية بغينيا بيساو فالمغرب كان دائما إلى جانب غينيا بيساو لمجابهة التحديات وهذه الرسالة التي بعثها فخامة رئيس الجمهورية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عربون على متانة العلاقات بين قائد البلدين والشعبين الشقيقين المباحثات ركزت على العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف من منطلق مبدأ التعاون جنوب جنوب الذي رسخ معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اليوم ببروكسل على اتفاق الصيد البحري الذي يجمعهما والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة ومتطلبات الصيد المستدامة عمد مسمير وفؤاد الحرش تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي من بين أهداف توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي على اتفاق جديد للصيد البحري اتفاق يبرهن مرة أخرى وبشكل واضح على موقف المغرب الصارم والحازم من أجل احترام حدوده الجغرافية من البغاز إلى القويرة الاتفاق يعكس رؤية واضحة وواقعية الوحدة التورابية المغربية وسيلة المغرب على أقالمه الجنوبية كما أن هذا الاتفاق مطابق للقانونين الأوروبي ودولي ويحدد بشكل واضح منطقة الصيد التي تمتد من كابس بارتيل شمالا إلى الرأس الأبيض جنوبا وأعتقد بأن هذا الاتفاق كذلك هو رد صارح على الأوهام والمزاعم التي تطلقها أطراف غير صديقة للوحدة التورابية المغربية الاتفاق الجديد يحدد مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 مليون إلى 52 مليون ومئتي ألف يورو أي بنسبة زيادة تصل إلى 30% كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الإنعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة أعتقد أن اتفاقية صيد البحري اليوم بين المغرب والاتحاد الأوروبي تفتح فاق شركة جديدة بين الطرفين وأيضا انتصار للحقوق المغربية على كافة تراب المملكة في البر وفي البحر وأيضا انتصار اقتصادي واجتماعي لساكنة المناطق الجنوبية التي ستستفيد من الدعم الذي سيخول هذا الاتفاق لفائدة السكان المحلين ومن أجل الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق اتفاق يشكل ردا واضحا على المناورات والمحاولات اليائسة الرامية إلى التشويش على الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري والتي تمتد لسنوات عديدة ارتباطا بالصيد البحري يشهد ميناء العيون حركية تجارية واقتصادية مهمة تساهم بشكل كبير في الدينامية التنموية على سعيد الجهة قطاع استفاد من استثمارات هامة في مجال البنية التحتية بوأته ليصبح أحد الأقطاب الاقتصادية المشغلة لليد العاملة رواج تجاري مهم يشهده سوق السمك هنا بميناء العيون سوق من الجيل الجديد هو الأكبر من نوعه بشمال إفريقيا يعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تنمية القطاع أليوتس هي حركية تجارية على مدار الأسبوع تسهم بشكل مباشر في الدينامية الاقتصادية والتنموية سوق سمك يعتبر أكبر سوق سمك بشمال إفريقيا وشيد على مساحة قدرها 8200 متر مربع يستقبل يوميا أزيد من 40 باخر للصيد الساحلي هي بنية تحتية مينائية تستجيب للرهانات المستقبلية المسطرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للموانئ لسنة 2030 أعطت دفعة قوية لأنشطة قطاع الصيد البحري ليصبح أحد أهم الأقطاب الاقتصادية المشغلة لليدي العاملة دائرة بحيث توفر على بنية استقبال والطريق والتسوق مهيئة مهمة تجعل من القطاع قطيرة تنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة تتوفر على ميناء وقرية للصيد حركية اقتصادية وتجارية امتدت لتشمل مجالات تثميني مختلف منتوجات الصيد البحري وبسواعد محلية استثمارات هامة رصدت تعمل في مجال الصناعات التحويلية لمختلف الأصناف السمكية التي تزخر بها السواحل الجنوبية للمملكة هو خاص بتجميد وتصبير أنواع السمك بما فيهم السردين بما فيهم الماكرو وهذه الأسماء كاملة حمد لله كان نقفضها من الميناء ديال العيون وكان صيفتها لجميع الدول العالم بما فيها الاتحاد غروفي هو قطاع حيوي واعد إذن يشكل أحد أهم ركائز النسيج الاقتصادي المتنوع على مستواجهة العيون الساقية الحمراء ورافع أساسية للتنمية ولبن مهمة في مجال توفير مناصب الشغل المباشرة منها وغير المباشرة المهندس المعماري فاعل أساسي في تنمية مستدامة لمجالات حضرية وقروية منسجمة شعار اليوم الوطني للمهندس المعماري الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم بسلة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم شكل فرصة للبحث في مواضيع مرتبطة بالتنمية المستدامة والحكامة من أجل إرساء تصور جديد للقطاع حسن طباعي ويسي المازي شكل اليوم الوطني للمهندس المعماري مناسبة للتأكيد على مكانة وتاريخ القطاع في الحفاظ على الإرث الحضاري والمعماري الوطني وإرساء مشاريع وأوراش التقدم والتنمية نحن إذا نرى اليوم عدد من المشاريع الكبرى تنجز بلدنا فالحلقة الأولى للإنجز ديلها هو المهندس المعماري وأيضا هذه تكون مناسبة إنشاء واحد هيئة مغاربية للمهندس المعماري وهذا شيء مهم لأول مرة كذلك كان هناك برنامج علمي لتناول الموضوع لتكامل ما بين العالم القراوي والعالم الحضاري وهذا معطى أساسي موضوع أساسي وممكننا إلهني ونفسنا على هذا الدور وأمام التحديات المطروحة يراهن المهندس المعماري على خدمة المواطن من خلال إنجازات التعمير كل فكرة كل خط تيرسموا المهندس المعماري ما هو وعير من طاقة من فكرة بشرك المواطن يعيش في واحد الخير والنزهة وفي واحد الجودة مهمة اليوم الوطني عرف أيضا تتويج عديد المهندسين المعماريين بالنظر إلى جهود في الارتقاء بالقطع كما تم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وبعض الوزارات والمؤسسات العمومية جديد عالم الاقتصاد والمال رفقة ياسير العمراني مساء الخير ياسير مساء الخير نادي إذن هناك اتجاه نحو استعمال السيارات الهاجينة بالمغرب ياسير ما مدى تطور هذا القطاع ببلادنا إذن قطاع السيارات الهاجينة بالمغرب في تطور مستمر على اعتبار الإقبال الذي يجده هذا النوع من السيارات سيارات تساهم في اقتصادي استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة سنة 2018 تم بيح حوالي 117 ألف سيارة جديدة من هذا النوع بزيادة قدرها 5% روبرتاج في الموضوع لزينا إتلامين وعثمان تازي أشكال وألوان وأحجام لسيارات لم تعد فقط وسيلة للنقل أناقة وموضة السفر على متنها لم يعد قطعة عذاب صناع السيارات يقتحمون عالم التجديد وزبناء يتطلعون لأحسن التصاميم بتكنولوجيا عالية سقف في الشراء لا يتعدى المتوسط لكن يهمني جدا أن تكون السيارة مرحة وآمنة يمكننا أن نوفره للزبون سيارة فيها جميع التكنولوجية الحديثة مثلا خمسة الليزيرباق إكران تاكتيل أبيس إيدوستيونمون الزبون المغربي اليوم يتطلع لسيارة جديدة تواكب الموضة حديثة التكنولوجيا محرك قوي ودفع أوتوماتيكي سهلة القيادة الناس بغاد الأوتوماتيك لأنه الأوتوماتيك سهل في الاستعمال واليوم الحمد لله في السوق المغربي العرض موجود في هذا الميدان هذا من أجل تلبية الطلبات المسهلة وأصدقاء البيئة يميلون لسياقة نظيفة ذلك ممكن مع السيارات الهجينة مجهزة بمحركين واحد كهربائي والآخر محراري ما بين 2017 و2018 ارتفعت مبيعات هذه السيارات إلى ثلاث مرات لعدة أسباب لنتعرف على خاصيات هذه السيارات الهجينة كما تلاحظون أحنا غاديين في الطنوبيل وما تسمعوش قاع الصوت دي الموتور غادي بالسكات غادي بالإلكتريك بالكهرباء دي بغادي 50% ديال طريق ديال كتديرها 50% بالكهرباء و50% كتدر بالإسانس السيارات الهجينة كلها كتكون بالفيتس أوتوماتيك كلها ما كنش سيارة كتكون ممانويل يعني كنرحة في السوقان وكنسكات في الموتور وفي نفس الوقت الربحة الاقتصادية اللي عندك على عجلات السرعة يتطور عالم سيارات يواكب آخر السيحات ويحترم البيئة ويبحث عن أفق أرحب سنة 2018 بيعت 177 ألف سيارة جديدة بنسبة زيادة 5% مقارنة مع سنة 2017 تجاوزت وجهة أغادير السياحية مع نهاية شهر نوانبير من سنة 2018 عتبت استقبال مليون سائح حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المدينة بلغ مليون وثمانية وثلاثين ألف وسبعمائة وتسعة وستين سائحا ليسجلوا بذلك ارتفاعا بمعدل 47.13% بالمقارنة مع نهاية نوانبير من سنة 2017 التي بلغ فيها عدد الوافدين على مدينة أغادير بلغ تسعمائة وخمسة عشر ألف واربعمائة وعشرين سائحا تتوفر جهة مراكش آسفي على مليوني هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة منها خمسمائة ألف هكتار مخصصة للمراعي مؤهلة طبيعية جعلت المنطقة تنتج حوالي مئة وستة وتسعين ألف طن من الأعلاف سنويا روبرتاج في الموضوع لأحمد العلوي وعمر جليدي حصد منتوج الكلاء وتجميعه وتسويقه يقتسي أهمية بالغة في هذه الفترة المتسمة ببوردة التقصي والسقيع فهو يعد من العناصر الأساسية لتغذية وتربية الماشية هذا هذا صلاج علف تصلح للبهايم الكسابة فيه مطلوب خزانة هنا يعني هذا الخزان تركز على الفلاح في هذا السمراء فيه منتوج للكل الكساب للبهايم إنتاج الأعلاف بجهة مراكش آسفي تعتبر من الزراعات التي تساهم في تنمية واستدامة قطاع الإنتاج الحيواني بالمنطقة هذا النوع للانصداج أن الربع يتخب خضر لمدة زمن معينة أكثر من سنة ويمكن الإنسان يستعمل لتربية المواشية لأن الجودة هو أن يحتفظ على جامع القوة ومعنا يسمى الفيتامينة ومعنا يتحن يتحن الغرق والحب وإلى جانب دور هذه الزراعة في تنمية الإنتاج الحيواني فإنها تساهم في توفير فرص شغل عديدة لأبناء المنطقة خدموا 25 ريال الخيشة 6.8 ريال وشارجوا 20 رامل طون الحمد لله الناس خدمين مع السيد في زراعة 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 الزراعة المشي تعد من الزراعة الهامة لتطوير سلسلة الإنتاج الحيواني وتربية وتسمين المشية وتنمية الفروع الحيوانية كالحليب واللحوم الحمراء ومصدرا مدرا للدخل لفائدة الفلاحين المشتغلين بهذا القطاع أما الآن فنتابع النسبة المحققة من جانب برصة الدار البيضاء في أولى تدولات هذا الأسبوع وإلى جانبها المؤشرات العالمية أسعار النفط وأسعار العملات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته الخامس عشر والتي خصصت للبث في العديد من المشاريع التي تهم منظومة التربية وسير عمل المجلس إضافة إلى عرض الحصيل المرحلية لإصلاح المنظومة التربوية والتأكد من مدى انسجامها وتوافقها مع الرؤية الاستراتيجية الفين وخمسة عشر الفين وثلاثين التربية والتكوين والبحث العلمي تدول في مشاريع عديدة همت بالدرجة الأولى التكوين مهني الأساسي وبرنامج عمل المجلس ومشروع ميزانيته برسم سنة الفين وتسعة عشر مجلس العلالة التربية بسدد مواصلة الاشتغال على مشاريع جد وازينة مكملة لمنظور الإصلاح أولا إصلاح تعليم تاني تانيا إصلاح تعليم خاص تالتا إعطاء تمييز إيجابي لفائدة المناطق القروية هذه الدورة عرفت استعراض الحصيلة المرحلية لسير الإصلاح التربوي والتي تميزت بتطور وتقدم واضح في رافعات تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية حصيلة جد غنية أرقام مشرفة عدد الإحداثات لدعم تمدروس إحداثات كثيرة تقريبا واحد المائة مدرسة سنويا في هذه الربع سنوات الداخليات أيضا برامج دعم تمدروس مهمة وهذا الدخول المدرسي كانت تكميل لهذا البرامج تمدروس المجلس الأعلى لتربية والتكوين والبحث العلمي نقش أيضا تقريرين للهيئة الوطنية لتقييم يهماني تربية الأطفال في وضعية إعاقة ونتائج السلاميذ في الدراسة الدولية حول تطور الكفايات القرائية في ملف الشرق الأوسط استشهد صباح اليوم فتن فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة وتشهد حدود قطاع غزة منذ 30 مارس الماضية تظاهرات تكثف كل يوم جمعة على طول السياج الحدودي للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض عن القطاع منذ أكثر من عشر سنوات وإزاء هذا الوضع طالبت اليوم الحكومة الفلسطينية حكومات العالم بالتحرك لوقف اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بعد حوالي شهرين من الاحتجاجات دعا الرئيس الفرنسي إمانويل مكو الفرنسيين إلى المشاركة في نقاش وطني كبير يهدف إلى تبديد غضب المحتجين مكرو رسم الخطوط العارضة لهذا النقاش في رسالة طرحت أربعة محاور كبرى خالد الأحمد محاولة ثانية للرئيس الفرنسي إمانويل مكرو لإخماد غضب المحتجين تتمثل في عزم إشراك المواطن الفرنسي في إحقاش وطني موسع القدرة الشرائية الديمقراطية البيئة والدرائب المحاور والأربعة الأساسية التي تتضمنها رسالة الرئيس الفرنسي من بين مميزات ماكرون أنه يجيد كتابة الوعود قد يتعذر عليه تنفيذها لكن نبدو الثقة ونتفاءل السياسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والمالية على رأسها الضرائب تعتبرها الطبقتان الشعبية والمتوسط غير عادلة من حق الفرنسيين أن يبدو رأيهم وبكثافة بشأن الضرائب أي مصاريف عمومية أنتم مهيئون للفقليسيا كي نتمكن من خفض الضرائب النقاش مع المواطنين سيشرف عليه وزير الانتقال البيئي والسلطات المحلية فيما سيسهر على تنظيمه أعضاء المجالس المحلية إمانويل ماكرون بدوره سيقوم ابتداء من يوم غد الثلاثاء بجولة تقوده إلى مختلف المناطق الفرنسية على مدى شهرين بغية حمل الفرنسيين على المشاركة في النقاش الوطنية الذي سيستمر إلى غاية منتصف مارس المقبل عشية تصويت حاسم في البرلمان حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي النوابة مرة أخرى على المسادقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يلقى رفدا واسعا عثر على الصندوق الأسود الثاني المفقود للطائرة الاندونسية التي تحتمت في أكتوبر الماضي في البحر قبالة غرب اندونسيا وأودت بحياة 189 مسافرا كانوا على متنها أسوأ عصفة ثلجية اجتاحت ملاتق واسعة بالولايات المتحدة الأمريكية تسببت في وفاة ثمانية أشخاص على الأقل في حوادث طرق بالغرب الأوسط الأمريكية وفي ذروة العاصفة ألغيت أكثر من 1600 رحلة جوية من وإلى مطارات أمريكية على المستوى الوطني تستعد مراكوش لاحتضان مؤتمر الفيفا لتطوير كرة القدم على مستوى المنافسات والتحكيم ويحضر هذه التظاهرة التي ستنطلق غدا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إفن تينو وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التفاصيل مع عبد الحق شرات معتصم بيلة البعزاوي ويوسف الشرك على امتداد ثلاثة أيام وابتداء من الغد ستعانق مدينة مراكوش أسرة كرة القدم العالمية من رؤساء جامعات وكتب عمين المنضوين تحتل الواء التحاد دولي لكرة القدم لمناقشة المستقبل الكرة القدم العالمية فقد سبق للمغرب أن يحتضن عددا من البطولات والمؤتمرات المهمة والتي عرفت نجاحا كبيرا على جميع المستويات والأسعيد ومؤترم الراكوش لهذه السنة سيناقش القضايا الكبرى للكرة القدم العالمية ومنها التعديلات التي قد تطرع على مونديل الانديا مستقبلا إضافة لتطوير الكرة النسائية واللعبة بأكمل على المستوى العالمي وخاصة في المناطق الأكثر هالشاشة أنا سعيد بتواجد بالمغرب لاستضافة العديد من الجامعة القروية من كل أنهاء العالم لمناقشة ميهم التطوير كرة القدم وخاصة مستقبل كأس العالم للأنديا الذي حظي المغرب بشرف تنظيمي نسختين متتاليتين منه والمؤكد ستكون هناك إضافات في هذه المسابقة ويضيف سنناقش أيضا المنافسات القروية الخاصة بالمتخبات في إطار أجنيدات التحدي للكرة القدم بأدف تحسين مستوى اللعبة في كل أنحاء المعمور طموحات كبيرة تأكدوا لا تنتهي تراوض الملايين من المنهوسين بكرة القدم من مسؤولين مذربي اللاعبين وجمهور إلى جنب الإعلام الرياضي للارتقاء باللعبة الأكثر شعبية في العالم والقرى الإفريقية التي أنجبت أسماء بارزات عبر التاريخ في فضاءات الكرة العالمية لا تشد عن هذه القاعدة شرف كبير للقرى الإفريقية لاحتضان مراكوش لهذا الحدث الرياضي العالمي وهذا السبب تواجده هنا بالمغرب شيء جيد وراعي للقرى الإفريقية لتكون في قلب الحدث كما أن حضور رئيس الفيفا يعطي قيمة مضافة بتحركه لكل الفعاليات من أجل تطوير لعبة كرش القدم بالقرى الإفريقية كل الفرص السانحة للحديث عن مختلف أوجه التعاون المستقبلية والمغرب واضح في تصوره وفي عمله استراتيجي وبطبيعة الحال العمل بأولا استدامة باستمرار للوصول إلى هدف احتضان أكبر التدورات وفي مقدمتها كأس العالم طبعا مدينة البهجم الراكوش مرة أخرى في قلبي الحدث باحتضانها وبدفئها المعتاد كل من يدور في فلك كرة القدم العالمية وفي ذلك إشارة قوية للمكانة المرموقة والكبيرة التي أصبح المغرب يحضبها داخل منتظم الكرة والعالمي رياديا دائما فاز الفرنسي سباستيان لويب بالبرحة السادسة من النسخة الواحدة والأربعين لرالي داكار والتي امتدت على مسافة ثمانمائة وثمانية وثلاثين كيلومترا وربطت بين مدينتي إيروكيبا وسنخوان ماركونال بيروفيتين خالد الغوت بعدما خصص السبت المنصر كيومي للرحل المتسابقين تواصل رالي داكار بإجراء المرحلة السادسة هذه المرحلة التي ربطت بين مدينتي أريكويبيا وسنخوان ماركونال بيروفيتين في سنف السيارات بطل العالم السائق الفرنسي سيباسيان الويب كان أول المنطلقين وذلك بعد فوزه الكبير بالمرحلة الخامسة والهدف هو تقليل فارق الأربعين دقيقة الذي يفصل عن متصدر ترتيب العام القطري ناصر العطية المرحلة عرفت فوز بطل العالم لتسع مرات الفرنسي سيباسيان الويب بتوقيت 3 ساعات 39 دقيقة وواحد وعشرين ثانية في الترتيب العام ظل الناصر العطية في الصدارة بمجموع 21 ساعة دقيقة واحدة وواحد وتلاتين ثانية في سنف الدرجات النارية الفوز في هذه المرحلة كان منصيب تشيلي بابلو كوينطانيا بتوقيت 3 ساعات 50 دقيقة و 47 ثانية وبفارق دقيقة 51 و 52 ثانية عن الأرجنتيني كيفان بنافيدش الذي حل ثانيا فيما جاء أحامل اللقب للسنة المصرمة النمسوي ماتياس وولكنير في الصف الثالث أما الأمريكي ريكي برابيك فاحتل الصف الثالث في هذه المرحلة التي تنازل عن صدر ستتيب العام لفائدة سائقة شيلي بابلو كوينطانيا الذي أصبح في الصدر بمجموع 20 ساعة 45 دقيقة و 13 ثانية نذكر في الختام بالعنوين جلالة الملك يقوم بزيارة عدد من المشاريع المندرجة في إطار برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط أحد نقط قوة البرنامج المندمج الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية دفعة قوية لجهود تثمين هذا الفضاء للقيمة الترافية العالية صاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد يمثل صاحب الجلالة في حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبو ظابل الاستدامة 2019 وتوزيع جوائز الدورة الحادي عشرة لجائزة الشيخ زايد للاستدامة المغرب والاتحاد الأوروبي وقعان اليوم ببروكسل على اتفاق الصيد البحري الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من كابس بارتل إلى غاية الرأس الأبيض بدءا من الغد موراكوش تحتضن مؤتمر الفيفا لتطوير منظومة كرة القدم عموما وكرة القدم النسوية على الخصوص شكرا لكم على المتابعة إلى الغد إن شاء الله شكرا لكم